اللي انتو شفتو ده مش حاجة انا بعملها عن بيرامدز اللي انتو شفتو ده فيديو تم نشره على الصفحات الرسمية لنادي بيرامدز بعد مباراته مع البنك الاهلي بعد البنك الاهلي اليوم ده فريرا لا مش فريرا هنستنى فريرا شوية شيكابالا شاف الفيديو ده بعدما طبعا كسب بيرامدز كسب البنك الاهلي شيكابالا خاد الفيديو ده وطلب المترجم وراه قعد مع امير مرتضى منصور وقال له مباراتنا اللي جاية واستنى الفرق اللي هو بيقولك استنى دوره جاي مين اللي دوره جاي انا استنى انا عايزه حي كان تلميح على نادي الزمالك اللي هو كان معه مباراة مع نادي بيرامدز في الجولة الماضية شيكابالا طبعا بخبرة السنين وبعظمة بالصفاء والحالة الرائعة اللي هو فيها قعد مع امير مرتضى وقال له حصل واحد اثنين وطبعا امير متابع القصة قعدوا مع فريرا في حضور المترجم ونقلوله يعني ايه الفيديو ده ولما سمع طبعا فهموه ايه المغزى اللي من وراء الفيديو من وراء الكليب ومن وراء الاغنية وفريرا بتشاور مع امير مرتضى مع شيكابالا خدوا الفيديو دوت وعمل محاضرة مع لعيبة نادي الزمالك قبل المباراة با 24 ساعة ما كانتش يوم الموتش مانا اوكي قبلها في نفس الليلة المباراة في المعسكر ما كانتش اللعيبة ضمن البروجرام بتاع الاعداد وبتاع المعسكر ان فيه المحاضرة ديه لكن كابتن الفريق بلغ يلا كل اللعيبة فيه محاضرة دلوقتي المدة خمس او عشر دقايق مش اكتر من كده وفريرا شغل الفيديو ده وقال لهم الفرقة دي مستنياكوا بتقول عليكوا كده انا عايز اشوف الرد بكرة في الملعب عايز اشوف الرد بكرة في الملعب ويمكن كمان كان حصل الموقف ده قبل كده مع فريرا وكان احدى المنشتات طبعا اهلا بالزمالكي يوم الخميس طبعا كان الرد قوي يمكن كمان كنت انا اتشاركت مع جرس انا انا فاهم بس قبل كده حصلت مع فريرا في المباراة تونس على معتقد النجم السحيلي هناك انا كنت موجود في المباراة دي خصرنا قبل النهائي خمسة واحد اعتقد او خمسة واحد هو راح كتب لوحة كبيرة جدا طلب ساعتها فريرا كان هو الموجود طلب لوحة كبيرة جدا وكتب عليها اربعة سفر وعلىها في قوضة لبس اللعيب بالمناسبة يعني في المباراة دي طبعا انت كانت زمالك المباراة ده كان خلاص يعني انت كانت الكورة اعتقد هجمة باسم وكان خلاص وكنت تسعب لكن ما حصلش نصيب انا هقول لحضراتكم ان واحد من اللعيب اللي كانت موجودة في النجم السحيلي في المطش ده حمد النجاز ممكن انا كنت قعدت معاه وقال لي ان المباراة دي الجانب التاني كان مزبطها قبل ما احنا نيجي نلعب هنا لكن القصة هنا ايه والحدوتة هنا ايه والروح هنا ايه انك لما تشوف حد يحاول بس مجرد ان هو يلمح للتقليل من نادي الزمالك فروح وعظمت واسرار ورجولت وقتال نادي الزمالك بالجهاز الفني بفريرا بحكمة امير بشيكابالا بوعيه تتجلى ان انت تعد تعمل محاضرة نفسية قبل ما تكون فنية عشان خاطر تشعل الحماس وتلهب حماس وتستفز كل التقات الكامة جوه كل لعب في نادي الزمالك انك تكسب برامد ستلاتة بالاداء المبهر بالهدف الخرافي لشيكابالا وما ادراكه ما شيكابالا الحدوتة المصرية شيكابالا حدوتة الغزايا والفهد الاصمر اللي يعني عمرك ما تزهق منه عمرك ما تزهق من جلاد الحراس الحقيقي من اسطورة الكرة في مصر من احرف وامهر لعيب الكرة اللي جوم على مدار تاريخ مصر بلا منافس بلا منافس وما استسنش حد في المهارة وقدرة الاتحاكم في المروغة هو شيكابالا حدوتة مصرية